عقب المرسوم الرئاسي الذي يقضي بتعديل الجزئي للحكومة جرى صباح اليوم بمقر وزارة استصلاح الأراضي ستاً والتمدن مناسبة تسليم المهام للوزير الجديد للوزارة بول بين دوم حيث ترأس المناسب الأمين العام النائب للحكومة وبحضور الوزير المكلب بإدارة الوزارة وزير البنية التحتية أدم يونسيمي تقرير محمد أسمان بشير ساعات قليلة مضت على صدور المرسوم الرئاسي الذي يحمل رقم 1089 والذي بمجيبه تم فيه التعديل الوزاري الذي وقع فيه رئيس الجمهورية يومي الخامس والعشرون من يوليو الجاري ومن أجل أن تسير الأمور على وطيرة متسارعة فقد أقيمت هذه المناسبة التي تسلم فيها وزير استصلاح الأراضي السكن والتمدن الجديد بول بين دوم مهامه خلفا لسلفه حامد محمد حلوب الذي تم عفعه من منصبه قبل 45 يوما مناسبة حضرها الأمين العام النائب للحكومة حسن أحمد باتشا ووزير استصلاح الأراضي السكن والتمدن المعقد آدم يونسيمي وزير البنية التحتية وفك العزلة مناسبة بدأت بالتوقيع على محضر استلام العمل من قبل المعنيين ذلك قبل مداخلة وزير استصلاح الأراضي السكن والتمدن المعقد آدم يونسيمي الذي طلب من الوزير الجديد بول بين دوم على العمل في حالة جميع المشكلات التي تعاني منها الوزارة وأضاف بأن تلك المشكلات لا أساس لها من أن تكون مشكلة بينما تعهد الوزير بول بين دوم بأنه سيكرس عوقاته في تسير هذه الوزارة قدر ما يمكن ذلك من أجل أن تكون هناك تنمية معمرية حقيقية تتماشى مع أصر النحضة والإزدهار التي نادى بها رئيس الجمهورية